في قضية مهمة جدا ممكن تاخدوها بشكل اجتماعي شوية بشكل فني زواج داعية شاب معروف طازي مسعود بالفنانة شيري عادل معزي مسعود بالفنانة شيري عادل كان تسليط الناس الضوء على القضية مش ان في طبعا في جدل شديد يتعلق بهذه الزيجة يعني الجدل ممكن تكون فيه جوانب متعلقة بان فيه ناس تقحم نفسها في الحياة الخاصة للبشر نعم ممكن يعني الذين يحتجون ويعترضون على تناول قضية بهذا الشكل هو ان بعض الناس يقولك هو ده انتم ملكوا ما للحياة الخاصة والشخصية للناس هو الزواج والطلاق هل يحتاج الشيخ او الداعية الشاب معزي مسعود انه يحصل على اذن من الناس حتى يتزوج هو ليه الناس بتدخل نفسها في الحياة الخاصة بهذا الشكل ده جانب لكن فيه جانب تاني عند البعض يقول والله الشخصية العامة يمكن ان تحاسب على تصرفات اجتماعية اذا كانت تتناقض مع ما يدعو اليه هذه الشخصة هو دعية شاب يكلم الناس دايما عن الزواج الصحي وكيف يمكن ان ينجح الزواج فبيتعاملوا على ان دي لما تكون الزيجة الفالسة له فكيف ينصح الناس بالزواج الصحي والزواج الناجح اتنين عندهم تحفظ على ان هو بيقدم عن الزوجة المثالية دايما يقول مواصفات الزوجة المثالية فبيقولوا المواصفات اللي هو بتكلم عنها لم يطبقها على زوجته مع اننا ضد هذه النظرة للفنانة مين قالك انه ده لا ينطبق على الفنانة لمجرد انها فنانة يعني طبعا لقين الفنانة بلبسها بملابسها ربما تختلف عن النموذج والنصائح اللي كان بيقدمها معز مسعود الداعية الشاب يعني وهنا انا ممكن الحياة كمان احطار يعني سواء الجانب اللي اللي بيقيد الجانب اللي هيقيد هيقولك يعني حياته الشخصية وخط احمر لا يجب تجاوزه والحياة الشخصية مصونة ومحمية ولا يجب لاحد انه يدخل فيها والجانب التاني هيقولك لا دي مش حياة شخصية ما يبقى شخصية عامة وتصرفاته الخاصة تتناقد مع ما يدعو اليه لا لازم نتكلم بس في جانب كمان البعض ممكن يحتر فيه لو كان الدعية يعني متزمتا ومنغلقا وعصبيا وسودويا وظلميا هتبقى عندك علامات استفاة ولو كان يعني منفتحا على الحياة مش منفتحا على الحياة يعني منحرف يعني لا يعني يعني ليس متشددا وليس منغلقا وما بياخدش بالتفسيرات الظلمية انتم عارفين القضية هي قضية التفسيرات مختلفة يعني والراجل يعني بجانب يعني لان الحياة الناس احيانا في دعوتهم بيقرعوك في الحياة وكأن الحياة يعني لا يجب ان تكون سعيدا ولا يجب ان تبتسم ولا يجب ان تفرح ولا يجب ان تمرح ولا يجب ان تسعد ولا يجب انك تعمل اي حاجة لان الدحكة حرام والسعادة يمكن ان تكون محفوفة بالشياطين بتلاقي في خطاب ظلامي كده يعني فاحترنا يعني دعية شاب منفتح على الحياة بيكلمك بلغة الشباب ومش مقفلها وكمان بيدعوك الى انك تجمع ما بين انك انت تلتزم بتعليم الاسلام وفي نفس الوقت يمكن انك تسعد بالحياة وتبتهج بها وجانب تاني لا شايف انه ده بمثابة يعني انحلال فتحتار يعني للشيخ المتطرف عجبك ولا الشيخ اللي هو بيحاول ان يكون وسطيا معتدلا متوازنا عجبك يعني فانا في الظلة هذه الحيرة قلت لما انتقري بعض وجهات النظر اللي تبعتها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي عندها وجهات نظر مش دخلة في النميمة القضية مش قضية نميمة يعني انما دخلة في تحليل ليه الناس اهتمت بزواج داعية شاب للمرة الثالثة من فنانة والتعليقات مختلفة ما بين تعليقات بتحتاج على التدخل في الحياة وما بين تعليقات بتقول اه لازم نسأله لان خطابه متناقض مع تصرفاته وده الحياة ما بتبقاش هنا حياة شخصية